أنيسي الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي ينظم الدورة الخامسة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا تحت إشراف سيد رئيس الجمهورية التونسية إن شاء الله الدورة هذه تكون على أعلى مستوى ودورة متميزة جدا بحضور إفريقي من أعلى مستوى إلى حد الآن أكثر من 500 رئيس مؤسسة من 45 دولة أكدوا حضورهم للمنتدى هدايا بإذن الله فما زاد وفد ليبي على أعلى مستوى مش يكون حاضر في المنتدى هدايا المنتدى هذا من أهدفهم هو كيفية تمويل المؤسسات الإفريقية التونسية الليبية وغيرهم لإستثماراتهم في بلدانهم وخاصة لإستثماراتهم في إفريقيا هذه النقطة الأولى الثانية هي لقاءات تنائية بين رؤساء المؤسسات التي لم يحضروا في المنتدى هدايا لتطوير التجارة البينية بين أدول الأفريقية ثالث هدف هو تطوير الاستراتيجية الثلاثية مع الدول الأوروبية ومع الدول الأسيوية خاصة وهناك وفد من كوريا الجنوبية رفيع المستوى من 60 مستثمر كوريا مش يكون حاضر في المنتدى هدايا وفم تركيز كبير مش تقع تنظيم دائرة مستديرة اسمها كوريا تونس ليبيا لكيفية تطوير الاستثمارات الكورية في تونس وخاصة في ليبيا ويحب أن تونس تكون بوابة نحو ليبيا ونحو أفريقيا جنوب الصحراء كذلك تحضير المنتدى العالمي تيكا دويت المش يصير في أوت بين اليابان وإفريقيا عدد لبس به من المستثمرين اللبانيين مش كونوا حاضرين لتقديم هذا المنتدى العالمي وهناك اهتمام كذلك بالاستثمارات في الشقيقة ليبيا وسيقع عرض البرنامج الجديد الأوروبي نحو أفريقيا اللي اسمه global gateway باستثمارات 300 مليار يورو وقع الإعلان عليها في القمة الأخيرة الأوروبية الأفريقية وهناك دائرة مستديرة حول تقديمها البرنامج الجديد وكيفية معنتها أن تونس تكون بوابة للاتحاد الأوروبي ومع أشقيقة ليبيا نحو خاصة النيجر اللي ستكون مع ليبيا ضيف شرف لهذه الدورة وبولوج السلاع التونسية والسلاع الليبية نحو النيجر نحلوا أفاق لأكثر من 500 مليون معنتها مواطن إفريقي اللي خاصة تحل على أكبر سوق اللي هي نيجيريا بـ 200 مليون معنتها كونسوماتور هذه الأهداف الكبرى لهذا المنتدى إن شاء الله اللي سيقع افتتاحه من السيد الرئيس الجمهورية بحضور عدد لباس به من الوزراء من إفريقيا إن شاء الله سيكون زاد الحكومة الليبية ممثلة في وزير أو اثنين في المنتدى هدايا وننتظر أكثر من 50 مليون معنتها رجل الأعمال من أعلى مستوى من ليبيا سيتنقل إلى تونس لحضور هذا المنتدى والمشاركة خاصة في الدائرة المستديرة مع كوريا ومع اليابان ومع أوروبا وخاصة في اللقاءات الثنائية بين الرجال الأعمال التونسي والأفارق والليبيين العلاقات تبقى ديما متميزة بين تونس وليبيا الزيارات معنتها متواجدة نتمنى على كل حال معنتها أنه في أقرب الأجال ولملاه في إطار هذا المنتدى يكون وفد معنتها وزاري أعلى مستوى ليبي مع عدد لباس به من رجال الأعمال بشكونوا حاضرين معنا ويتفاعلوا مع الفعالي اقتصادين التونسيين وخاصة الأفارقة وكل المشيجيين وخاصة من أمريكا وأوروبا وأسيا ليبيا اليوم معنتها وجهة للاستثمار لعديد الدول وبالنسبة لي هم زادت تونس بوابة مهمة لدخول السوق الليبية واحنا معنتها فرحانين اللي خاصة بالنسبة للكوريين الجنوبيين استعملوا معنتها تونس لدخول والاستثمار في ليبيا وهذا يدعم أسر الشراكة بين تونس وليبيا